اللاعب حوثية جديدة لتمييع قضايا الصراع الجوهرية، وفي صدارتها قضية الحصار الحوثي الجائر على تعز، وتحركات ميليشاوية تستهدف طمس وجود الشرعية، وتحايل على استحقاقات مسار السلام المفترض وجهود الوسطاء الدوليين. في الأيام القليلة الماضية، أشار المبعوث الأممي أن فتح طرقات تعز سيكون أهم نقطة في هذه المرحلة لتسارع الميليشا الحوثية إلى لعبتها القديمة الجديدة من خلال ترتيبات أحادية الجانب بغية تمييع قضية الحصار الحوثي لتعز، بحسب ما أعلنته لجنة التفاوض عن الحكومة الشرعية لفتح طرق تعز. تشير المعلومات إلى محاولة حوثية جارية هدفها وفقاً لبيان أصدرته اللجنة. تشتيت الاهتمام بملف طرق تعز وإضعاف الموقف الرسمية عبر محاولات اختلاق لجان مجتمعية وغيرها من المسميات أو بالتواصل مع بعض الشخصيات للعمل بحسب زعمهم على فتح الطرق بعيداً عن الحكومة الشرعية والجهود الرسمية. وطرح مقترحات جزئية تحاول ذر الرماد على العيون وهو سلوك تمارسه الميليشيا منذ سنوات. بيان اللجنة الحكومية من تحركات الحوثية الكيدية والعبتية وسعيه الدائم في تقزيم وتمييع قضايا طرق تعز. اللاعب الميليشيا تأتي في ظل جهود وحوارات محلية وإقليمية ودولية لإحياء مسار السلام في اليمن. ويشكل موضوع تعز أهم القضايا في هذه الحوارات. وخاصة فتح الطرق التي تغلقها ميليشيا الحوثية للعام التاسع على التوالي. ما تسبب بواحدة من أسوأ الأزمات وأكبر عقد الصراح؟